بيتسو موسيماني الزعامة بالنسبالي هو عادل شكل جلوب أفريقيا بيتسو موسيماني مدير فني للأهلي لمدة سنتين لأول مرة في تاريخ الأهلي مدرب أفريقي يدرب الأهلي بيتسو موسيماني هو اللي شايلنا خمسة صفر السنة اللي فاتت مغامرة كبيرة جدا يا تارا بيتسو موسيماني هنجح مع الأهلي يا تارا بيتسو موسيماني ممكن يعمل المعجزة وياخد دوري أبطال أفريقيا السنة دي اللي الأهلي هيقابل فيها الوداد في نص النهائي يوم 17 و23 هل موسيماني هيقدر ياخد البطولة دي؟ هل موسيماني حتى لو ما خدش البطولة دي عنده أمل أو عنده فرصة نحو ياخد بطولة السنة اللي جاية أو السنة اللي بعديها ويكمل سنة أو سنتين أو حتى 8 سنين زي ما عمل في سوندونز ده اللي هنشوفه لكن قبل أن نتكلم في أي شيء وقبل أن نتكلم في التفاصيل لو أنت مرى تفرج عليها اعمل سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات وتعالى بقى عشان نتكلم بيتسو موسيماني هيعمله في الأهلي وإيه الشكل وإيه الطريقة وإيه عيوبه وإيه مميزاته إزايكم يا جماعة وإزاي عامة بيتسو موسيماني أنا يمكن قبل الأهلي ما يختار المدير الفني أو قبل ما يعلن عن بيتسو موسيماني كنت قابليها بيوم عامل لايف هنا على الشانل وكان حد سألني موسيماني قلت له ده بعيد ده استحالة ده صعب جدا مدير فني أفريقي يمسك الأهلي وبعديها بيوم لقيت من الساعة حوالي 11 الصبح مصورة أخبار انفجرت موسيماني 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 قلت إيه ده معقولة يعني هل فعلاً اللي بيحصل ده بجد؟ كان فيه ناس قعد تقولك نبيل معلول ناس تقولك موسيماني ليه لأه طبعاً ناس تقولك محمد يوسف وعملان النحاس ومدرب بره وجوزيه وكمية أسامي بتتقالده غير طبعاً الاسطنبا وغير طبعاً السكريبت اللي بيطلب بعد كل مدرب يمشي من الأهلي ماجات وشوستر ومعرفش إيه والكلام ده إنما بيتسو موسيماني يبقى مدير فني للأهلي في تجربة ومخاطرة كبيرة جداً حاجة طبعاً الناس كلها مستنيها يعني أي مدرب الأهلي بيعينه في أي فترة من الفترة رباً بقعد مستني يشوف مدرب ده هينجح ولا لأ بس المرة دي المدرب ده كل الناس عرفاه المدرب ده يا ملاعب الأهلي والزمالك وأخب من الزمالك بطولة أفريخيا في النهائي 2016 للمكسبهم هناك 3-0 وخسر هنا 1-0 وطبعاً السنة اللي فاتت شايلنا هناك 5-0 فأكبر كرسة في تاريخي الأهلي فالمدرب ده كل الناس عارفينه فكله أعب مستني يطار التجربة دي هتنجح ولا لأ المدرب ده عنده مؤاهلات وإمكانيات أنه هو فعلاً ياخد الأهلي ويطلع به قدام أو ياخد الأهلي ويطلع به الفوق ولا المغامرة دي هتفشل والأهلي هينزل مع التحت ده اللي هنشوفه بس طبعاً في حاجة لازم أقولها ممكن تكون إحصائية يعني مش عايز أقول يعني متشأمة عايز مثلاً أكئبك ولا حاجة لأ خالص أسمح الله بيتس الموسماني الراجل في 2019 السنة اللي فاتت خرج من الوداد المغربي في نص النهائي في 2017 خرج من الوداد في ربع النهائي يعني الراجل في 2017 و2019 خرج من الوداد المغربي اللي هنلعبه في نص النهائي بس بالنسبة لإحصائياته هو عمتاً في الثمان سنين مع سانداونز لما لعب الوداد هو اللي لعبهم عشر مرات كسر في ثلاثة وتعادل في ثلاثة وخسر في أربعة طب يعني يا عما عادي أنت عايز تقول لنا أي من الأرقام مني أنا عام مش عايز أقول لك حاجة ده كده بس ملحوزة جاءت قدامي لكن فيقوه في الآخر ما فيش حاجة اسمها تشاؤم وتفاقل وأصلي فيه مدرب كعبه عالي وأصلي فيه فرقة بتطلع فرقة على طول لا خالص أي نعم الراجل عند عودة من الوداد في آخر سنتين لكن ليه لا ممكن يفكها مع الأهلي بس يعني عايزين نبعد عن الكلام ده ونتكلم ونقول بيتسو موسماني هيعمل إيه مع الأهلي ويلعب إزاي وإيه هي مميزاته طيب الأهلي مع فيلر كان عامل إزاي وبيتسو موسماني ممكن يضيف إيه للأهلي الأهلي مع فيلر طبعا قبل الكورونا حمادة وبعد الكورونا حمادة تاني خالص الأهلي مع فيلر قبل الكورونا كسب موسماني وكسب سانداونز في الدور الربع النهائي الراجل كسب هنا اثنين صفر وتعادل هناك واحد واحد مع سانداونز في مورا كان ناس كتيرة جدا متشوفها أنها رد اعتبار بعد الخمسة صفر اللي أخذناها السنة اللي فاتت وفيلر تفوق على موسماني فيلر مع الأهلي طبعا الراجل ميشي وبنقول له ربنا يستعيل لك في اللي جاي إن شاء الله ايا كان بقى هو إيه بقى بيراميدز الخليج أوروبا ايا كان لكن فيلر الراجل بصراحة لحد الكورونا كان عامل أداء فوق الممتاز أداء ونتائج وتحركات وكل حاجة انت بتتفرج على فرقة بتلعب كورا تقريبا ده كان أحسن أداء يعمله للأهلي من ساعة مثلا مجوزين ميشي أو من ساعة حتى كمان ندرى نقول محسان بادري برضو إلى حد ما في 2017 عمله ده كويس بس فعلا فيلر قدم كورا متطورة جدا مع الأهلي بتحركات من غير كورا الضغط العالي إن انت كل ماتش بيجيب جون وعايز تجيب التاني والتالت والرابع والخمس ودي حاجة ما كانتش بتحصل أبدا دايما عندنا الفرقة لما يجيب جون بيرجعوا ورا يدفعوا أو جونين إنما الراجل ده ماتشوز الدوري كل ماتش 3 و 4 و 5 و بصراحة عمل يعني فترة لحد الكورونا فترة هيلة جدا في الدوري مخسرش ولا ماتش في الدوري حتى تعادل ماتش واحد بس مع اسموحة قدر يوصل ربع النهاية أفريقيا الماتشو الوحيد اللي خسر في أفريقيا كان قدام النجم الساحلي هناك 1-0 لما اضطرد أمن أشرف فالراجل كأرقام وإحصائيات وأداء كله كان عشر على عشر لحد كورونا فيلر بعد الكورونا مش هو فيلر قبل الكورونا لكن فيلر في الكورونا ده حد تاني كده دخل جواه وتغير فيلر بعد الكورونا تحول مدرب مش قادر يعمل أي حاجة مدرب بيكسب المتشاط كده بالحب مدرب لا يعالج أخطاء ولا بيطور أداء ولا بيطور لعيبة والعارف يساتر على لعيبة والعارف يعمل أي حاجة تحول إلى شبه مدرب فيلر بعد الكورونا فعلا حتى طبعا قليقه كسب الدوري كل حاجة بس فيلر بعد الكورونا مش موجود شبح فيلر بس لموجود الوحيد اللي كان موجود في الجهاز الفني هو ميشيل يانكون مدرب الحراس اللي هو مكمل أصلا مع مسماني هو ده اللي فضل هو هو نفس الراجل مكامل مع الشناوي عشان الشناوي يشيل الفرقة بعد الكورونا وهو يبقى السبب الرئيسي في تدويج الأهلي بطولة الدوري وهو لعيب الموسم في الأهلي فطبعا موضوع فيلر لما فتح أنه يمشي ولا يكمل الموضوع كان فيه مميزات وعيوب ما هي المميزات؟ المميزات أن الراجل ده هو اللي بدأ معكم الأول هو اللي حفز اللعيبة اللعيبة خلاص حفزته التكتك بتاعه والشغل بتاعه الكلام ده معروف من أول الموسم مش هتجيب مدرب يبدأ من أول وجديد وانت خلاص داخل على أهم مرحلة نص نهاية أفريقيا وكاس مصر والموسم الجديد فدي طبعا كانت ميزة مهمة جدا بالنسبة لفايلر العيب اللي في فيلر إن الراجل بعد الكورونا ناس الكورة ميح ما عندوش أي فكرة يقدمها مش قادر يصحح أي أخطاء الراجل خلاص هو بلعب كل ماتش عايز بس ينجز وتحسنه وراه مش وراه عايز يروح يلحقه يعني إنما فعلا كان واضح جدا إن فيلر هيغرق الأهلي بالطريقة والإسلوب والعيوب اللي كانت موجودة في الفرقة والتأليف بتاعه كتير وعدم تركيزه وكل الكلام ده فمن الوارد جدا إن فيلر لو كان كمل أفريقيا بنفس الشكل ده كنا هنشيل قبح من الوداد ونخرج حتى لهم محشين فربا ضرت النافعة يعني ممكن يكون ده خير للأهلي إن الراجل خلاص فيلر ما كانش مركز مشي المدام عايزه هناك هو عايزه في المدام عايز يوعد معاه عند زروف أسرية بقى جاله عارضة تاني المهم إن الراجل مش مركز في شغله ومش بيطور أي حاجة ومش بيعالج أي حاجة فأكيد ده خير لنا وطبعا كان المعادلة الصعبة إزاي إن إدارة الأهلي تقدر تيجيب مدرب يكمل المسيرة دي وينافس على الأفريقيا السنادي اللي إحنا وصلنا فيها النص النهائي ماينفعش أبدا إن إحنا بعد ما نوصل لنص النهائي نقول أصلي لا ده مدرب جديد ما ناخدش البطولة بتاع لا البطولة دي إحنا بقلنا سبع سيئين ما خدناهاش مع المجلس ده وصلنا فينال وشلنا خمسة وما خدناهاش فطبعا البطولة مهمة جدا فكان لازم إن إنت تتحقق المعادلة الصعبة إن إنت تجيب مدرب في الوقت ده يقدر يقود الفرقة يبقى حافز الفرقة ما يعملش دروب جوه الفرقة ويقدر إنه هو يتعامل مع الوضع الحالي أنت خلاص قدامك أسبوعين وتلعب نص النهائي قدام الوداد فإزاي إن أنا أقدر أحقق المعادلة الصعبة دي أغاير مدرب وفي نفس الوقت أجيب مدرب كويس يقدر يقود الفرقة فكانت المعادلة دي هو بيتسو موسيماني مدرب سانداونز طيب مين هو يا جماعة بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني الراجل ده بدأ مدرب مساعد لمتخب جنو أفريقيا من 2006 إلى 2010 بعدها من 2010 إلى 2012 كان هو الراجل الأول أو المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا من 2012 لحد من يومين بس كان الراجل ده هو مدرب سانداونز 8 سنين مدرب لسانداونز أخذ معهم 5 دوري 2 كاس 1 دوري أبطال أفريقيا 2016 قدام الزمالك وكاس السوبر الأفريقي وكسب الأهلي 5-0 السنة اللي فاتت في نتيجة هي الأكبر في تاريخ الأهلي وفضيحة كبيرة جدا وراجل ده بصراحة أنا مش نسيه الحوار ده بس يعني مش وقته الكلام ده يعني المهم وخلى فلت سانداونز من أحسن الفرق اللي في أفريقيا أو أحسن فريق مش من شمال أفريقي يعني مش من المغرب أو مصر أو تونس أو الجزائر بيلعابوا كرة حلوة جدا كرة أوروبية تيكي تاكا كرة سريعة لعب مباشر عالجون وبقى فعلا من أحسن الفرق اللي بتلعب كرة أفريقية سانداونز وما زيمبي هو فعلا خلى سانداونز من أتقل الفرق اللي في أفريقيا وليها أسطوب لعب وطريقة لعب جوه ملعبهم وبره ملعبهم وخصوصا كمان جوه ملعبهم محدش أبدا يقدر يفوز عليهم جوه ملعبهم فالراجل عمل شخصية وهوية كبيرة جدا لسانداونز والراجل في تصريحاته حتى يعني متواضع مش من نوع لو هو بيت نطق كتير وعنده حتة التنويين المغناطيسي دي يقول لك يا عم جايين مش نعمل حاجة احنا فريق على ما والله احنا على قدينا بتاعه وهم ادينا خمسة يدي الزمانيك ثلاثة يدي معرفش مين فين فالراجل عنده سيفي قوي كشخصية وكطريقة لعب وككل حاجة طيب بيتسو موسماني ايه الأفكار اللي بيعتمد عليها في طريقة لعبه او هو مع سانداونز كان بيلعب ازاي الراجل مع سانداونز كان بيلعب اربعة اربعة واحد واحد واهم لعيب بالنسباله هو اللعيب اللي هو شادو سترايكر اللي هو اللعيب اللي تحت رأس الحربة لو جينا تفرجنا او لو جينا في كريم موطش القلي بتاع الخمسة هتشوفوا ان ازاي الراجل ده من احسن الحاجات اللي يتميزوا ان هو دايما بيدرس الفرقة اللي قدامه كويس جدا هتقول لي عام عادي ما كل مدربين كده اقولك لأ الراجل ده حرفيا بيطبق على اي فريق كبير بيلعبه وبيدرس كويس جدا نوع ضعفه ازاي في ماتش الخمسة انت شوفت الراجل كان كل لعبه على حاجتين الحاجة الاولى ان انا ازاي اللعب في ظهر البكات ظهر علي معلول او ظهر رحمة فاتحي ساعتها او محمد هاني مش فاكر من كان بيلعب ساعتها تاني حاجة ان انا ازاي خلي شادو سترايكر بيسرق دايما في ظهر نص الملعب ويبقى هو اللعب اللعب اللي مش مترايب خالص او ان ازاي المهاجم ينزل لتحت ويسحب مع المدافع وشادو سترايكر يخش ياخد مكانه عشان يبقى عنده مساحة على طول عنده شادو سترايكر دايما بيتحرك في ظهر نص الملعب وهو دايما اللعب اللي هو بيديله الكرة هنا ويبدأ يعتمد عليه ان هو يلعب السروق في ظهر يعني مثلا سرين وان هو رقم عشر الواب ان نزلوا هذا حاجة يعني مفيش زي كده ويا رب ان شاء الله يجي الاهلي رجل ده على طول بيسرق في ظهر نص الملعب يستلم الكرة هو بيلاقي الوينجين اللي هما بيضموا الجوه ومش فاتحين لبرا على طول بياخد في ظهر المعلول او بياخد في ظهر المعلول او اي ان كان يعني او اي ان كان يعني او بيتكلم على مواطش الخمسة صفر وبيبدأ يشتبه في الحتة دي فالراجل عنده افكار بيطبقها سواء اللعب السريع المباشر الضغط من غير كورة فكرة ان انا بذاكر الفرل قدامي وعارف اي نوعات ضعفها سواء ان انا بلعب في ظهر البكات او بلعب في المساحات الموجودة البوكتس الموجودة بين الخطوط فدي حاجة اكيد بتميز موسماني ودي اهم النقط اللي هو بيعتمد عليها في الماتشاط اللي عبنا فيها او حتى اللي لعب فيها الزمالك هو يواجه مشكلة معنا اه هي ان اليقاء البدنية بتاعت سانداونز اكيد مش زينا خلص يعني انت اذا كنت بتلعب اربع اربع واحد واحد في موظم الماتشاط او اربع اربع اتنين وعند الفرقة بتاعت تقليقة بدنية ان هوا يقدروا يضغطوا طول الماتش ويلعبوا كرة على الارض ويلعبوا بسرعة ويرجعوا كلهم تحت الكرة لما كرة تقدع منهم وان انا ازاي بسرعات اللي عندي اقدر ان انا اخترق الخصوم ويتحركوا بين الخطوط ويتحركوا في ضارب باكاته وكل الكلام دي وعمل ضغط عالي هل الاهلي يقدر يلعب اربع اربع اتنين هل اشارلوا سترايكر سواء اجايي او كهربا او طاهر او حسين الشحات هيقدر يقدر يؤدي الادوار اللي هيطلوها منه الرجل ولا الرجل هيغير بقى طريقته مع الاهلي عشان خاطر هي دي القماشة اللي موجودة وانا ما اقدرش ان انا خليم هم يلعبوا على طريقتي فلازم انا غير طريقتي عشان هم هي دي المعادلة المعادلة اللي هتواجه موسماني مع الاهلي ان انت اولا اليقة البدنية مش زي هناك السرعات مش زي هناك انا بصراحة مش متوقع ان هو يلعب اربع اربع اتنين مع الاهلي لان اللعبة عندنا وامكانياتها ما تقدرش تعمل كده ده تصوري او ده توقعي هل الرجل ممكن يغامر ويعمل كده الاهلي والمشاكل اللي عنده في الدفاع اربع اربع اتنين هتزودها بشكل كبير واستحالة ان الرجل يقدر يعالج الاخطاء دي في اسبوعين بس موضة محتاج فاته طويلة جدا عشان تقدر تنفس طريقة لها باكفى على الاقل على الاقل لحد ما يخلص طولة افريقيا ويبدأ موسم الجديد الرجل هيكمل باربع اتنين تراتة واحد الاوراق الربحة اللي عندي زي الشحات او كهربا او نهو يفوق اجياء او يفوق حتى كمان جيرالدو يعني هم تنقى فرقة زي بعض كده يفوقوا بعض فدي كلها معادلات صعبة بالنسبة الموسماني كمان الرجل مش بيحب فكرة المهاجم البوكس اللي هو عطول وقف جوه دايما بتلاقي كل اللعيب تتحرك لمسة ولعبة لمسة ولعبة بين الخطوط زي ما قلت سرينو او حتى كمان زواني الرجل اللي تعبنا جدا في موضة شخصة فكل دي حاجات هييجي الرجل هنا يبص يدور من اللعيبة اللي تقدر تقدم له الادوار دي طبعا انا شايف ان اللعيبة اللي هتقدر تقدم له الادوار دي اجايه ان هو حد شادو سترايكر دي هيلعب فيها حلو جدا بس لو فاء كهربا ممكن حسين الشحات يلعبها لكن اعتقد ان لو لعب بكهربا شمال وحسين الشحات يمين فاربعة اتنين ترتة واحد سواء بقى اجايه يلعب به شادو سترايكر او حتى افشة لكن الراجل هيبقى عليه شغل كبير جدا 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 ان هو يقدر ازاي يخلي اللعيبة تحرك صح في المساحات وازاي اللعيبة تعرف تاخد كارات صح لما يوصلها عند الجون فهي طبعا كلها حاجات هتبقى مهمة جدا بالنسبة للمسيماني والاهم من كل ده المشاكل الدفاعية احنا عندنا الدفاع بتاعنا بالدرب بالتليفون اي حد عايز يعمل اي سروق عايز يعمل اي هجمة بيرو يحط الجون على طول فهي دي المعادلة الصعبة جدا اللي عند المسيماني هل هيقدر يعمل كده؟ هل هيقدر يحل المشاكل دي؟ ده اللي هنشوفه لكن طبعا الراجل عنده افكار اكيد هيتطبقها لو مقدرش يطبقها دلوقتي عشان هتحتاج وقت اكيد هيتطبقها مع بداية الموسم او بعد نهاية بطولة افريقيا كلنا مستنين كلنا في ظهر موسماني ان شاء الله بإذن الله تجربتي تنجح والراجل اللي ياخد افريقيا معنا بإذن الله الواحد بصراحة مع فيلر واللي كان بيشوفه مكانش متفائل خالص مش عايزة قولناها دلوقتي متفائل او يعني بالسكواد اللي عندنا ده ممكن الراجل يكون كويس بس اللعيبة اللي مع ما تساعدوش ده اللي هنشوفه لكن بإذن الله ان شاء الله كلنا في ظهر الراجل كلنا هنقف معاه لحد ما ربنا يكرم ونشوف هنعمل ايه؟ هل هنقدر ناخد افريقيا؟ ولا هتفضل العقدة مكملة معنا؟ ودي كانت حلقتنا يا جماعة بيتسو موسماني الزعامة مدير فني الاهلي لو انت مبار فرج عليا اعمل سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات وشوفكم الحال اللي جاية سلام